اكتشف بوب شيئا مثيرا للاهتمام بينما كان يصنع أقراط متعددة الألوان من الخرز في متجره يحب زبائن بوب التنوع لذلك قرر صنع كل طراز ممكن لكل مقاس لقد بدأ بوب بالحجم ثلاثة أي بمعرفة جميع الأشكال الممكنة يبدأ كل قرط على شكل سلسلة من الخرز ثم يتم ربطها ببعضها لتشكيل قرط لذلك في البداية كم عدد السلاسل الممكنة؟ حسنا باستخدام لونين وثلاثة حبات من الخرز ينتج لدينا ثلاثة خيارات يتكون كل منها من لونين بالتالي اثنان ضرب اثنان ضرب اثنان تساوي ثمانية احتمالات مميزة ثم يقوم بوب باستبعاد السلاسل التي تحتوي لونا واحدا أو السلاسل أحادية اللون لأنه يصنع أقراط متنوعة الألوان فقط بعد ذلك يقوم بوضعها سويا باستخدام الصمق لتشكيل الأقراط كان بوب يفترض أنه سيحصل على ستة أقراط مختلفة في النهاية لكن شيئا ما حدث لا يستطيع التفريق بين أغلب تلك الأقراط لقد اتضح أنه يمتلك طرازين فقط لأن كل طراز هو الآن جزء من مجموعة ذات حبتين متماثلتين في الخرز لاحظ أنه يمكنك دائما جعلها متشابهة بناء على اتجاه تدويرها إذن يجب أن يكون حجم هذه المجموعات مبنيا على عدد الدورات اللازمة لأرجاعها للشكل الأصلي أو كم عدد الدورات اللازمة لإكمال دورة هذا يعني أن المجموعة الأصلية من جميع السلاسل متعددة الألوان تنقسم إلى مجموعة متساوية حجمها ثلاثة الآن هل يمكن أن يكون ذلك صحيحا بالنسبة للأحجام الأخرى؟ قد يكون هذا مناسبا حيث أنه دائما يريد نفس الكمية من كل طراز لذلك يحاول بوب باستخدام أربع حبات من الخرز يقوم أولا ببناء جميع السلاسل الممكنة وباستخدام أربع حبات من الخرز يستطيع اختيار لونين من كل خرزة وبالتالي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 16 ثم يقوم بوب بإزالة العقدين أحادي اللون ووصل باقي الحبات ليشكل أقراطا هل ستشكل حبات الخرز تلك مجموعة متساوية الحجم؟ من الواضح أن الإجابة هي لا ماذا حدث؟ لاحظ كيف تنقسم المجموعة الأولى من سلاسل إلى أشكال إن كانت السلاسل تحمل نفس الطراز فهذا يعني أنك تستطيع تحويل واحدة إلى أخرى ببساطة عن طريق صحب حبة من الخرز من إحدى النهايات وإضافتها للنهاية الأخرى وهناك طرزا واحدا فقط يحتوي على حبتين وهذا لأنها صنعت من وحدات متكررة طولها اثنان وبالتالي يتطلب إكمال الدورة دورتين فقط لذلك تحتوي هذه المجموعة على اثنين فلا يمكن تقسيمها عداد متساوية من الأشكال ماذا عن الحجم خمسة؟ هل سيتمكن بوب من تقسيمها لمجموعات متساوية في عدد الأشكال؟ انتظر لقد أدرق بوب فجأة أنه لا يحتاج إلى بنائها لإيجاد ذلك فيجب أن ينجح هذا لأنه لا يمكن تشكيل خمس حبات خرز بنمط متكرر وذلك لأن العدد خمسة لا يمكن تقسيمه إلى أجزاء متساوية إنه عدد أولي لذلك بغض النظر عن أي سلاسل متنوعة الألوان يبدأ بها ستتطلب دائما خمس دورات أو تبديل حبات الخرز خمس مرات للعودة للشكل الأصلي مرة أخرى طول الدورة لكل سلسلة يجب أن يساوي خمسة حسنا دعنا نخبر كذلك سنقوم أولا ببناء جميع السلاسل المحتملة وإزالة السلسلتين أحادية اللون بعدها نفصل السلاسل إلى مجموعات تنتمي إلى نفس الطراز ونبني قرطا مفردا من كل طراز لاحظ أن كل قرط يدور خمس مرات بالضبط ليكمل دورة واحدة وبالتالي إذا قمنا بلسق جميع السلاسل تحويلها إلى أقراط سنقسم إلى مجموعات متساوية الحجم من خمس أقراط ثم يتقدم بوب خطوة للأمام حيث يقوم حاليا باستخدام لونين لكنه يدرك أن هذا يجب أن يتحقق مع أي عدد من الألوان لأن أي قرط متعدد الألوان بعدد أولي من حبات الخرز بي يجب أن يتم دورة كاملة طولها بي حيث أنه لا يمكن تقسيم العداد الأولية إلى وحدات متساوية لكنه إذا تم استخدام عدد مركب من حبات الخرز مثل العدد 6 فسيكون هناك دائما عدد محدد من السلاسل بطول دورات أقل لأنه تم تشكيلها من وحدات متكررة في الواقع وبالتالي ستشكل مجموعات أصغر وبشكل مثير للتهشة عثر بوب على مبرهنة فيرما الصغرى بافتراض العدد A من الألوان والسلاسل بطول B حيث أن B عدد أولي يساوي عدد السلاسل المحتملة A ضرب A ضرب A أي A مرفوعة للقوة B وعند استبعاد السلاسل أحادية اللون سيطرح بالضبط العدد A من السلاسل بسبب وجود سلسلة واحدة من كل لون يتبقى لدى بوب العدد A مرفوعا للقوة B مطروحا منه A من السلاسل وعندما يقوم بلسقها معا بالصمق ستتقسم إلى مجموعات حجمها B حيث أنه يجب أن يمتلك كل قرد دورة طولها B وبالتالي تقسم B على A مرفوعة للقوة B مطروحا منه A وهذا كل شيء يمكننا التعبير عن هذا باستخدام اللغة رتمية المتقاطعة أيضا إذا قسمت A مرفوعة للقوة B على B فسينتج الباقي A A مرفوعة للقوة B تكافئ باقي قسمة A على B عند هذه النقطة نتوصل إلى أحد النتائج الأساسية لنظرية الأعداد فقط باللعب بحبات الخرز تاكن 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 ترجمة نانسي قنقر